قبل فترة من استشهاده وجه الشهيد الفريق قاسم سليمان رسالة إلى القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف حملت الكثير من المواقف تجاه القضية الفلسطينية طلب سليمان في رسالته طمأنة الجميع إلى أن إيران لن تترك فلسطين وحيدة مهما تعظمت الضغوط واستحكم الحصار الشهيد سليمان قال في الرسالة الدفاع عن فلسطين شرف لنا ولن نتخلى عن هذا الواجب وأضاف أصدقاء فلسطين وداعموها أصدقاؤنا وأعداؤها أعداؤنا هذه كانت سياستنا السابقة وستبقى في الرسالة وصف سليمان الضيف بالشهيد الحي والمقاوم الشجاع وأبلغ شوقه للمجاهدين وتحياته للشعب الفلسطيني في ظل حصار المظلومية أمام عيون ملايين المسلمين وقال إن الدفاع عن فلسطين هو مصداق للدفاع عن الإسلام ومن يسمع نضاء الفلسطينيين ولم يغذهم فليس بمسلم مؤكدا في ختام رسالته أن فجر النصر سيكون قريبا ومتمنيا الشهادة في سبيل فلسطين ترجمة نانسي قنقر